تعالوا طب نرجع ونسأل ايه اللي بيخليه بعض الناس بيشوفوا ان الكلام في الموضوع ده كلام عيب رغم ان ده مش عيب ده جزء من المعارف الاساسية اللي احنا لازم نتعلمها وده جزء من فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نستطاع منكم الباقة تفليات زوى خلينا مع التفسير الاولان للباقة وهي الباقة اي القدرة الجنسية وده تفسير من التفسيرات القدرة معناها ان انت تكون عارف ان انت تكون عالم ان انت تكون فاهم ومعنى ان انت احنا منتولدش بالمعارف دي يعني من اهم الاسباب ان الناس كتير فهمة ان احنا بنتولد بالمعارف دي وان المعارف دي مش محتاجين ان احنا نعرفها لا العلاقة الجنسية بينتج عنها اعلى درجة من درجات اللازة اللي بيذقها الجهاز العصري وده حكمة من ربنا سبحانه وتعالى عشان يجي شيء كده من عندي الله ممكن يخير مودن للزوجين ويغيرهم وبعد ما يحصل الكلام ده تقوله انت بنت بتزعاني ليه وهو يقول لها يا ست احنا عايزين نعيش مع بعض عيشة هنية طب ايه اللي حاصل لان ربنا عمل السر ده فينا انا لما تأملت العلاقة الخاصة لقيت حاجة غريبة ان في العلاقة الخاصة وكأننا بنرجع للشكل الاول المرأة خلقت من درع الرجل فكأنها بتعود مرة ثانية ويلتحموا ببعض وده اللي بيولد منهم الحياة وده على اعلى درجات اللي التحمى بين البشر وده لا يحصل الا من بين الزوجين ولو حصل برا اطار الزواج بيبقى حرام وبيبقى فحشة وبيبقى كبيرة وفي عقوبة بتترتب عليه وعشان العلاقة دي تنجح لازم نفهم ان في حاجة اسمها تصور العلاقة دي عند المرأة اللي هو بيختلف في جزء منه عن تصور العلاقة عند الرجل المرأة العلاقة دي بتبتدي عندها 80% مشاعر و20% جسد يمكن الامر ده بينعكس عند الرجل 80% جسد و20% مشاعر ايه ده ده زي بالزبط للاتحام اللي احنا كنا بنكلم فيه وكأن بيحصل هذا التكامل بينهم وكل واحد فيه لما يعرف ده لازم يراعي التاني